الأسباب وأعراض ضعف الأعصاب في الجسم هل تشعر بضعف في عضلاتك أو تنيل في الأطرافك؟ قد تكون هذه علامات على ضعف الأعصاب في هذا الفيديو سوف نستكشف أسباب وأعراض ضعف الأعصاب بالإضافة إلى بعض العلاجات الممكنة ضعف الأعصاب مشكلة شائعة يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض من المهم التعرف على أسباب وأعراض ضعف الأعصاب حتى تتمكن من طلب العلاج إذا لازم الأمر يمكن أن يحدث ضعف الأعصاب بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك التهاب الأعصاب يتكون جسم الإنسان من أنظمة مختلفة تعمل معا لإبقائنا أحياء وبصحة جيدة أحد هذه الأجهزة هو الجهاز العصبي الذي يتكون من الدماغ والنخاع الشوقي والأعصاب الجهاز العصبي مسؤول عن نقل الرسائل بين الدماغ وبقية الجسم يتم إرسال الرسائل من خلال النبضات الكهربائية التي تنتقل على طول الأعصاب يتم إنشاء هذه النبضات الكهربائية بواسطة خلايا خاصة تسمى الخلايا العصبية الخلايا العصبية حساسة للغاية ويمكن أن تتلف بسهولة عندما تتضرر تتأثر النبضات الكهربائية التي تولدها أيضا هذا يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل بما في ذلك ضعف في الجسم الضغط على الأعصاب السبب الأكثر شيوعا لألم الأعصاب هو الضغط على الأعصاب يمكن أن يحدث هذا من أشياء مثل الأقراص المنفتقة أو النتوءات العظمية أو الأورام عندما تضغط هذه الهياكل على الأعصاب يمكن أن تسبب الألم أو الوخز أو التنميل تلف الأعصاب السبب الأكثر شيوعا لتلف الأعصاب هو الصدمة الجسدية يمكن أن يحدث هذا من حوادث السيارات أو السقوط أو الإصابات الرياضية يمكن أن ينتج أيضا عن الجراحة أو الحركات المتكررة التي تضغط على الأعصاب في بعض الأحيان يكون السبب غير معروف تدهور حالة الأعصاب أحد أكثر أسباب تدهور الأعصاب شيوعا هو الشيخوخة مع تقدمنا في العمر لا تقوم أجسادنا بإصلاح نفسها بالسرعة أو الكفاءة التي اعتادت عليها وهذا يشمل نظامنا العصبي الأمراض هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الأعصاب بما في ذلك مرض السكري والسرطان ومرض الزهايمر الإصابات يمكن أن تتلف الأعصاب بسبب الإصابات الجسدية مثل الجروح والكدمات وكسور العظام يمكن أن تتضرر أيضا من الإصابات الكيميائية مثل التعرض للسموم تطوير الأورام الخبيثة على الخلايا العصبية إن التطور الأورام الخبيثة في الخلايا العصبية أو السرطان هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة بالمرض لدى البشر يحدث السرطان عندما تنقسم خلايا الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه نظام غذائي غير صحي أحد الأسباب الرئيسية لضعف الأعصاب هو اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية إلى مجموعة من المشكلات الصحية بما في ذلك تلف الأعصاب استهلاك الكحول المفرد سبب شائع آخر لضعف الأعصاب هو الاستهلاك المفرد للكحول الكحول مادة سمة يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز العصبي التدخين التدخين هو عامل رئيسي آخر في ضعف الأعصاب يدمر التدخين الأعصاب ويقلل من قدرتها على العمل بشكل صحيح بعض العلاجات الممكنة هناك عدد قليل من العلاجات الممكنة للأعصاب الضعيفة في الجسم الأول هو تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامينات بي 6 وبي 12 الضرورية لصحة الأعصاب آخر هو تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميدا ثلاثة دهنية مثل السلمون والتونة والسردين أخيرا يمكنك تجربة الوخز بالإبر والذي ثبت أنه مفيد لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأعصاب إذا وجدت هذه الفيديو مفيدة فيرجى مشاركتها مع الآخرين الذين قد يكونون مهتمين وإذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات فيرجى تركها أدناه سأكون سعيدا للإجابة عليهم